المجلس الأعلى للقضاء نسبة التراكم السنوي للقضايا بنسبة 16.5% ووضح المستشار البعنين بلوغ عدد القضايا 46.436 في أول درجة و 11.800 في الاستئناف و 2734 في التمييز كما بلغ عدد القضايا المحسومة منها ما مجموعه 63.39% دعوة ولفت إلى أن متوسط عمر الدعوة الجارية أصبح أقل من خمسة أشهر في الدرجة القضائية الواحدة وقال البعنين إن مؤشر سرعة حسم الدعوة أحرز تقدما على مستوى أداء المحاكم العام وبذلك تكون 90% من الدعاوي قد حسمت في أقل من 6 أشهر وكشفت عن المؤشرات الخاصة بنسبة الطعن بالاستئناف والتي بلغت 24% ونسبة الطعن بالتمييز 22% أما بخصوص محكمة التمييز فقد بلغ متوسط عمر الطعون المحسومة أقل من 4 أشهر وذلك بمعدل حسم بلغ 103% وقال البعنين إن المؤشرات الإحصائية لمحاكم التنفيذ أفادت بأن أكثر من 93% من القرارات القضائية في محاكم التنفيذ اتخذت خلال 5 أيام عمل 82% من القرارات القضائية اتخذت خلال يوم واحد من جانبه أوضح سعادة القاضي المستشار عبد الرحمن السيد المعلى رئيس إدارة التفتيش القضائي أن التفتيش القضائي واصل بالتنسيق وتعاون مع الإشراف القضائي المتابعة المستمرة للشكوى المقدمة وإعداد التقارير الفنية حيث بلغ عدد التقارير المعدة من قبل إدارة التفتيش القضائي 52 تقريراً على مختلف دوائر المحاكم في عام 2021 وتم تعامل التفتيش القضائي بالتنسيق والتعاون مع الإشراف القضائي بعدد 331 شكوى وارد من المتقاضيين والمراجعين اليوم أحنا عرضنا إنجازات المجلس على القضاء خلال عام 2021 المعدة للحسم ولله الحمد انتهينا إلى أن يكون 104% وهذه مؤشر إيجابي في العامل القضائي أيضاً متوسط عمر الدعوة المحسومة والجارية أيضاً من المؤشرات التي دائماً يضع فيها المجلس على القضاء خططة في كل عام قضائي فاليوم 5 أشهر كمتوسط عمر الدعوة الجارية مؤشر إيجابي نعمل على تطوير وعلى تأكد أن يكون تعكس جودة الأحكام وجودة العمل القضائي كل عام بوضع الخطط أن لا يكون هناك تأخير غير مبرر أو تأخير في الدعوة في كل درجة غير مبرر وهذه الحمد لله تجنب لك كثير من الأشكالية التي كنا نواجهها في العام القضائي السابقة بتطوير العمل القضائي وضع الخطط وصلنا إلى أن يكون متوسط عمر الدعوة الجارية في كل درجة من درجات التغاضي خمسة أشهر في أقل وهذه نعمل على أن تكون السنوات القادمة مرفق الأضاء ذات جودة عالية وذات كفاة عالية وأن يقدم خدمات في ظل هذه الإجراءات التي تمت خلال السنتين نطافت كانت هناك تحديات كثيرة حاولنا أن نتفاداها وأن نقدم خدمات العمل القضائي لأن تصل لكل الأطراف الدعوة حيث كان من خلال تقديمها الإلكترونية ومتابعة إلكترونية ودفع الرسوم إلكترونيا وأيضا وصول الأحكام لهم إلكترونيا في مكاتبهم أو في مقار عملهم وهذه أيضا من الإنجازات التي عملنا عليها إن شاء الله وسنحققها وسنزيد من كفاءة أيضا هذه الجانب في الأعوام القادمة إن شاء الله من عام 2017 يمكن يشعر الجميع أن هناك قد دم الحوض يعني نزول فيه عدد الغضايا من 40 ألف دقائد 10 ألاف وعدد يعني عدد محقول يعطي فرصة للغاضي أنه ينظر في هذه الغضايا بشكل فني أكبر وبالتالي أيضا يكون هناك ارتياح عند المواطنين لما تصل حقوقهم بشكل سريع دون تأخير لسنوات يعني يمكن يضيء فيها الحق في المحاكم وبالتالي يكون في نوع من اليأس عند صاحب هذا الحق فلله الحمد يمكن أرقام مبشر بالخير